اشتركوا في القناة ايه معنى الحياة؟ كل اسبوع هنناقش فكرة او سؤال من الاسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور من افلاطون لابن رشد دي ديكارد هنتكلم عن المعرفة الوعي الانا الاخلاق المعتقد والايمان العدالة المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلسفة الاغريق لاباء المتكلمين العرب درواد الفلسفة الغربية الحديثة في حلقات قصيرة بلهجة مصرية بسيطة معكم احمد الملط للفلسفة والمتفلسفين اهلا بيكم في كلام فلسفة الحلقة الستين المغالطات المنطقية الجزء الثاني Logical Fallacies 2 تخيل انك المحقق صادق كبير المحققين في قضية اتل وقعت الاسبوع الماضي تم العثور على جثة خيرية مقتولة في شارع جانبي والشاهدة امال في مكان قريب من الحادث اعترفت انها رأت محمود يطلق النار على خيرية مساعديك في القضية المحقق عادل والمحققة امينة بتبدأ التحقيقات في غرفة طيقة واضائتها خافتة صادق بيقول اهلا عادل وامينة شكرا لحضوركم اليوم اتمنى نحرص بعض التقدم في القضية بربط الخيوط ببعضها عادل عزيزي صادق الكل يعلم ان القاتل هو محمود لماذا لا نقبض عليه في الحال ونبدأ في استجوابه للحصول على الاعتراف صادق تمحى لي عادل لدي معلومات من الممكن ان تغير رأيك المجني عليها خيرية كانت بتعمل مع مافيا المخدرات قضعت امينة كلام غير معقول لقد تم القبض على خيرية منذ عدة سنوات بسبب تلك العلاقة المدعاية مع المافيا ولم يستطيع احد اثبات اي شيء وقتها صادق ام هو بيشعر لفاف التبخ وتأملهم ثم قال بغض النظر عن ما حدث منذ سنوات نحن الان نعرف ان خيرية كانت احد اهم اعضاء تشكيل المخدرات العصابي ضد عادل مستحيل لقد حققت مع الطبيب الشرعي الذي قام بتحليل جثتها اخبرني انها كانت على وشك الافلاس ولم تملك حتى ايجار سكنها صادق على اي حال لقد اثبتنا ان خيرية كانت تبيع المخدرات للشاهدة امال وقت وقوع الجريمة عادل في الغالب القاتل محمود كان يريد قتل امينة صادق ارجوك دعنا نقبض عليه في الحال ونضع امال تحت الحراسة بعد انتهت امينة من ضحكتها تفتكر المافيا ستتركنا نكشف الحقيقة ونغلق القضية بتلك السهولة في الغالب اعينهم في كل مكان وينتظرون في منازلنا الان صادق اعتقد اننا نقترب من المتهم لكن ليس بعد وصل الى علمي ايضا ان محمود وامال كانوا على علاقة وانفصل من اسبوع فقط عادل اه ارهنك ان محمود قتل خيرية كي يحمي امال امينة عادل لو لم يكن والد امال معرفة قديمة لك لكانت وجهة نظرك اختلفة الان خصوصا ان علمت ان محمود كان مسافر الى دبي في تلك الليلة عادل امينة لا تصدقي كل ما يقول محمود لا تجعلي طيبة مشاعرك الرقيقة كامرأة تقف حائل امام رؤيتك للحقيقة انفعلت امينة وردت ماذا تقصد انا لا اقبل هذه الاهانة اسحبها من فضلك تدخل صادق سريعا توقف من فضلكم راجع ملفات القضية ودعونا نجتمع غدا للمناقشة مرة اخرى في صباح اليوم التالي صادق بيقول امال اقسمت في التحقيقات انها رأت محمود يطلق النار على خيرية لكن كما علمنا بالامس امال كانت تشتري المخدرات من خيرية في نفس وقت وقوع الجريمة وان امال كانت على علاقة بمحمود هذين السببين كافين للشك في شهادتها عادل لكننا وضعناها على اختبار كشف الكذب وظهر صدقها امينة هذا الاختبار خاطئ بكل تأكيد دي مدمنة ونحن نعلم ان كل المدمنين كاذبين قضعها صادق اسمعوني هل تعتقد ان امال هي التي قتلت خيرية؟ رد عادل بسرعة مستحيل امال ليست شخصا عنيف بالمرة امينة نعم يا صادق انا متأكدة ان امال هي القاتلة ولو فكرت قليلا امامنا متهمين محمود وامال محمود كان في دبي اذا لابد انها امال صادق لكن ماذا عن السيد حلمي والد امال؟ من الجائز ايضا ان يكون القاتل عادل لماذا تتهم السيد حلمي الان؟ تعلم انه صديق قديم ليه؟ صادق امس حدث امر غريب توقف السيد حلمي بقسم الشرطة وطلب رؤيتي لامر غير مهم في مكتبي وبعد رحيله اصاب جهاز الكمبيوتر في مكتبي عطب وهذا امر لم يحدث من قبل عادل صادق باتهامك لحلمي تقول انه غبي لا يمكن لاي مجرم حويت ان يرتكب جريمة كتلك وهو يعلم ان صديقه يعمل محقق في نفس المنطقة امينة طبعا دي افضل طريقة لارتكاب الجريمة تظهروا انه بريء وليس لديه ما يخفيه صادق دعونا ننهي تلك الجلسة ونلتقي غدا بعد استجواب السيد حلمي في اليوم التالي صادق بيقابلهم في نفس الغرفة ويبدأ بقوله هل علمتم بالاحداث المؤسفة؟ في طريق امس الاستجواب السيد حلمي وجدته مقتولا في شقةه يبدو وانه انتحت عدل المسكين حلمي لابد ان الامر كان مدبر صادق كانت هناك ورقة بجوار جثته كتب عليها قواعد المافيا عدل لم يكن انتحارا اذا المافيا قتلته امينة ليس ضروريا من الممكن ان نفسر الورقة على ان حلمي قتل نفسه وكتب تلك الملحوظة كي يفسر قتله كان عدوا في المافيا وقتل نفسه لتجنب القبض عليه تلك هي قواعد المافيا عادل امينة هذا امر غير معقول حلمي عاش ومات فقير كيف يمكن ان يكون عدوا في المافيا المخدرات صادق توقفة لقد قبضنا على امال تهرب من موقع الجريمة امس واعترفت انها قتلت كلا من خيرية ووالدها قتلت خيرية من اجل المخدرات وقتلت ابوها كي تمنعه من ان يسلمها للشرطة واعترفت ان السنوات التي قضتها مع محمود جعلتها مجرمة عادل اذا كنت على حق منذ البداية عندما قلت ان محمود هو الجاني هو الذي صنع منها مجرمة وحرضها على القتل ابتسمت امينة وهي تقول اذا انا ايضا كنت على صواب ابن هذا صادق وهو يقول اشكركم لقد عثرنا على القتلة محمود وامال وسيتم تقدمهم للمحاكمة غادروا الغرفة وعلى وجههم علامة رضا بعد النجاح في كشف اللغز وراء جريمة قتل اخرى مغالطات الافتراض فالسيز اوف برزامشن بعض الاخطاء في عملية التفكير اليومية راجعة الى افتراضات غير مبررة في الطريقة او الصيغة التي وضعت بيها الحجة هذه الافتراضات قد تكون عن قصد او نتيجة سهو في كل الحالتين النتيجة هي ان هناك اعتقاد بحقيقة ما غير مثبتة او مدعومة عند وجود تلك الافتراضات داخل الحجة تتحول الحجة الى مغالطة افتراض هذه الفئة من المغالطات المنطقية لا تحدث كما في مغالطات الارتباط والحث الضعيف بسبب عدم وجود اتصال او ضعف الارتباط بين المقدمات ونتيجة الحجة او لان المقدمات لا تقدر تعم كافي للنتيجة لكنها تقع لان مقدمات الحجة تفترض النتيجة مسبقا قبل ان تؤكدها فئة مغالطات الافتراض تحتوي على عدة صور من المغالطات من ضمنها مغالطة المصدر على المطلوب وفيها تفترض المقدمات انها تدعم النتيجة في حين ان في الحقيقة المقدمات لا تقدم هذا الدعم ومغالطة السؤال المركب تفترض ان سؤال مركب ومعقد من السهل الاجابة عليه بنعم او لا او اجابة بسيطة بشكل عام في حين ان الاجابة اكثر تعقيدا في الواقع ومغالطة المأزق المفتعل تصيغ الجدلية على صورة اما سين او صاد وتقدمها على انها كل الحلول المتاحة في حين ان في الواقع قائمة الحلول ليست سنائية ومغالطة قمع الادلة تفترض ان لا توجد اي ادلة مهمة تم اهمالها من قبل المقدمات في حين ان في الحقيقة المقدمات تغافلت عن بعض الحقائق المهمة مغالطة تجاهل المؤهلات احد اكثر صور مغالطات الافتراض شيوعا هي مغالطات تجاهل المؤهلات في الحديث اليومي للبشر عادة ما تتداول عبارات صيغة حول عموم الاشياء وقد يستند الناس عند اصدار احكامهم الاخلاقية السياسية والاجتماعية على تلك الافكار العامة لكن المغالطة تقع ان انتقلت تلك الافكار العامة بدون وجه حق الى المحددات او المخصصات اي ان التعميم لا ينطبق دائما على التعيين لاسباب وجيها تتعلق بالظروف الخاصة بتلك الحالة هذه الفكرة عادة ما يطلق عليها العرضية حين نطبق افكار وقواعد عامة على حالات فردية بدون مشروعية اي ان الحالة الفردية لا تنطبق عليها التعميمات نحن نرتكب مغالطة العرض المباشر هذه الصورة من المغالطات في عمومها يطلق عليها تجاهل المؤهلات او المحددات التي تكون مشروعية الانتقال من صورة الى اخرى اي ان الفكرة التي انتقلنا بها من العام الى المعين لم تكن مشروعة سواء عن قصد او بدون قصد وفي تلك الحالة قمنا بتجاهل المؤهلات على سبيل المثال هناك قانون يضع حد اقصى لسرعة السيارات سيارات الشرطة هي سيارات اذا لا يسمح لسيارات الشرطة بتجاوز حدود السرعة بكل تأكيد التعميم المطروح هنا لا يمكن نقله الى حالة سيارات الشرطة او المطافي او الاسعاف الى اخره لان في كل حالة من تلك الحالات هناك ظروف خاصة تبطل هذا التعميم وبالتالي الخاصية تبطل في حالة التعيين مثال اخر الديمقراطية تمنح الجميع عقل انتخاب اذا يجب السماح للاطفال المجرمين واصحاب الامراض العقلية بالانتخاب او مثال اخر الكذب كبرى الجرائم الاخلاقية لا تكذب اذا لو اضطررت لاعطاء معلومات سرية عن دولتك قم باعطائها لا تكذب في كل تلك الامثلة من الممكن رؤية المغالطة بوضوح لان التعميم في كل حالة لا ينطبق على التعيين لانها آلات عرضية خاصة لها ظروفها وملابستها على الجانب الآخر تجاهل المؤهلات حين نقوم بتعميم افكار من المعينات الى العوام ايضا احد صور مغالطة تجاهل المؤهلات وعادة ما تعرف بمغالطة التعميم الغير مسؤول hasty generalization ارجع لحلقة المغالطات المنطقية الجزء الاول وفي بعض الاحيان قد يشير اليها البعض بمغالطة العرض المعكوس fallacy of converse accident الذي يبدو واضحا من الاسم انها عكس صورة مغالطة العرضية لكن الفكرة واحدة المجادل انتقل بصورة غير مشروعة من فكرة طبقت على نطاق الى نطاق اخر مثلا تأمل هذا التعميم الغير مسؤول يتم السماح لمرضى القلب بتناول مخدر المورفين اذا ينبغي السماح لكل البشر بتناول المخدر بكل تأكيد هذا التعميم غير مشروع لان المجادل تجاهل المؤهلات التي سمحت بتطبيق القصية في حالة التعيين مرضى القلب وافترض خاطئا ان التطبيق كافي لخلق مشروعية للتعميم في كل الحالات الامر الغير مبرر واحد صور مغالطة تجاهل المؤهلات مغالطة المصادرة على المطلوب المغالطة عادة ما يساء فهمها على نطاق واسع نتيجة اسمها المصادرة على المطلوب المغالطة تفترض حقيقة النتيجة التي تحاول إثباتها قبل أن تقوم بإثباتها المطلوب أو السؤال في اسم المغالطة هو القضية محل الجدال أو الإثبات أي نتيجة الحجة أو الجدالية المصادرة على تلك النتيجة أو المطلوب هو افتراض أنها حقيقية وليست محل شك أو نزاع قبل أن تطرح الحج اسم الحج اللاتيني يعني طلب المصدر وفي العادة هناك عدة طرق من الممكن أن ترتكب من خلالها المغالطة الأولى وهي الطريقة الأكثر شهرة تحدث عندما يخلق المجاد الوهم بأن المقدمات الغير كافية توفر دعم كافي لإثبات النتيجة من خلال استبعات فرضية رئيسية مهتزة قاطئة وصنع وه بأن لا يوجد أي شيء آخر مطلوب لدعم النتيجة تأمل الأمثلة التالية القتل جريمة وخطأ أخلاقي وبالتالي يتبع من هذا أن الإجهاد خطأ أخلاقي أو من الواضح أن المرضى المصابين بأمراض عضال لديهم الحق في إنهاء حياتهم بمساعدة الطبيب في نهاية الأمر كثير من هؤلاء البشر غير قادرين على الانتحار بأنفسهم أو نحن نعلم أن البشر يقصدون أكل الكثير من الفاكهة لأن الزراع البشرية مناسبة لقطف ثمار الفاكهة من على الأشجار في المثال الأول كيف نعلم أن الإجهاد أحد صور القتل الحجة تصادر على المطلوب وهو إثبات أن الإجهاد صورة من القتل بافتراض أنه كذلك في مقدمات الحجة وفي المثال الثاني ليس من الكافي أن أصحاب المرضى العضال غير قادرين على إنهاء حياتهم لتبرير حقهم في مساعدة الأطباء على ذلك وأخيراً هل تركيب وظيفة زراع الإنسان تخبرنا ماذا يجب أن نأكل؟ بكل تأكيد الجدلية لا تجيب على هذا السؤال في تلك الأمثلة الأسئلة المطروحة تشير إلى أن هناك شيء ما ترك أو استبعد من الحجة الأصلية مثلاً في المثال الأول هناك مقدمة مفقودة وهي الإجهاد هو أحد صور القتل وفي مثال الزراع الطويلة المقدمة المفقودة هي تركيب ووظيفة زراع الإنسان ترشدنا إلى كيف يجب أن يأكل الإنسان وهكذا تلك المقدمات جوهرية لإثبات صلاحية وصحة الحجج المطروحة لو المجادل غير قادر على إثبات حقيقة تلك الفرضيات تصبح الحجج السابقة خاوية لا تثبت حقيقة أي شيء وفي الغالب عادة ما يكون هذا هو السبب وراء استبعاد تلك المقدمات في مغالطة المصادرة على المطلوب المجادل غير قادر على إثبات حقيقة تلك الأطروحات ويحاول استخدام عبارات وجمل خطابية مثل بالطبع بوضوح ولهذا إنهيت الأمر إلى آخره على أمل أن يخلق وهم وأن المقدمات المطروحة ستوفر الدعم الكافي للنتيجة لكنها في الواقع لا تقوم بذلك هذا النوع من الجدال عادة ما يظهر في كثير من الحجج الدينية على إثبات وجود الله روح خلود إلى آخره تأمل مثلا هذا المثال انظر حولك الكون تظهر فيه درجة مزهلة من النظام والدقة بكل تأكيد هذا الكون من صنع إله مصمم عاقل وزكي هذه الصيغة من الجدال شائعة جدا عند حول إثبات وجود الله وداخل داعني أطروحة التصميم الزكي intelligent design لكنها في الواقع ترتكب مغلطة المصدرة على المطلوب لأن كيف نعلم أن مظاهر النظام والدقة في الكون من الممكن أن تأتي فقط من خلال مصمم عاقل وزكي ادعاء إنها أتت من خالق مصمم عاقل وزكي قد يكون صحيح لكن إثبات حقيقة هذا الادعاء يقع على عاطق طارح الحجة بدون أدلة داعمة أو أسباب مقنعة للاعتقاد في حقيقة هذه الأطروحة تصبح الحجة خاوية لا تثبت أي شيء الصورة الثانية من مغلطة المصدرة على المطلوب قد تحدث عندما يتم إعادة صياغة فرضية خاطئة بطريقة مختلفة كنتيجة محتملة في تلك المغلطة المقدمات تدعم النتيجة والنتيجة تؤكد المقدمة مثلا عقوبة الإعدام مبررة في حالة جرائم القتل لأنه من الملائم والشرعي أن يقتل شخص ما لارتكابه مثل هذه الأفعال لا إنسانية البغيضة أو مثلا كل من يبشر بالثورات ينادي بالفوضى لسبب بسيط هو أنه إن لم يرد الفرض الفوضى لا يمكن أن يعز بالثورة في المثال الأول القول بأن الإعدام مبرر هو نفس الشيء كقول أن قتل القاتل ملائم وشرعي أي أن المقدمة والنتيجة تقر بنفس الشيء لكن بتكرار نفس الأطروحة بلغة مختلفة قليلا المجادل يحاول أن يهمنا أن هناك دليلان مستقلان لدعم نتيجة لكن في الحقيقة لا يوجد سوى طرح واحد فقط وباقي الحجة تستخدم أدوات لغوية للتلاعب بالمطلق الحجة صادرت على المطلوب لأن كيف نعرف إن كانت عقوبة الإعدام فعلا شرعية وملائمة ما هو الدليل الداعم لتلك الأطروحة وبنفس الصورة في المثال الثاني المغالطة صادرت على المطلوب لأن كيف نعلم أن المطالبين بالثورة يريدون الفوضى ما هو الدليل الداعم لتلك الأطروحة الصورة الثالثة التي قد تقع بها المغالطة عندما تنطوي على تفكير دائري في سلسلة من الاستدلالات تبدأ بفرضية قد تكون خاطئة وبالتالي صحة المقدمات لا يمكن البرهنة عليها دون صحة النتيجة وصحة النتيجة لا يمكن البرهنة عليها دون صحة المقدمات وهكذا في دائرة مغلقة من الممكن وضع صورة الاستدلال الدائري سيركلر ريزننج كالآتي واحد سين حقيقية لأن صاد حقيقية اتنين صاد حقيقية لأن سين حقيقية إذن المصادرة على المطلوب هنا تعتمد على تلك الدائرة المغلقة بين المقدمات والنتيجة وبالتالي يدور البرهان في دائرة تعتمد فيها كل قضية على الأخرى دون نهاية وقد تطول تلك الدائرة المغلقة ويصعب تتبعها نتيجة لاستخدام المجادل لأدوات لغوية وخطابية معقدة الاستدلال الدائري يقع تحت عبائط مغلطة المصادرة على المطلوب لأنه لا يقدم دليل مستقلة عن النتيجة كي يدعم حقيقتها أو يفشل في ربط ما هو غير معروف أو مبرهن بما هو معروف ومستدل عليه مثلا الروح جوهر بسيط لأنها خالدة لا تتجزأ ولا تتحلل ولا تفسد والروح لا بد لها من أن تكون خالدة لأنها جوهر بسيط أو نحن نعرف طبيعة الله وصفاته من الإنجيل ونحن نعرف أن ثقتنا في الإنجيل مطلقة لأنه موحى به من الله الحجة السابقة مجرد مثال لتوضيح المغلطة فقط من الممكن أن يستبدل فيها الإنجيل بالطورة القرآن أو أي نص ديني مقدس آخر عند طائفته أرستو رستاطل تناول المصادرة على المطلوب بعمل الخالد عن المنطق الأورجنون أو المنطق الأرستي العمل المكون من ستة كتب فصل فيها أرستو وسلتو للوصول إلى الحقيقة أو كما أراد بعنوانه آلة العلم في الكتاب الثالث التحليلات الأولى الأناليطيقة جاد الأرستو أنه إذا حاول المرء إثبات ما هو غير واضح بذاته عن طريق افتراضه والتسليم به بداية فإنه بذلك يصادر على المطلوب أو يسلم بالمسألة المطروحة محل الإثبات أي يفترض ما ينبغي عليه إثباته هذا التوصيف الأرستي يعد توصيف معرفي أي أن في البرهان الأولية المعرفية للمقدمات سابقة على النتيجة لكن في الكتاب الرابع المواضع الجدلية أو الطبيقة طبيكس تناول أرستو المصادرة على المطلوب عندما ترد في النزاع الجدلي بين طرفين أو خصمين مثلا عندما يطلب الفردسين من خصمه صاد أن يسلم بالفردية فيه كمقدمة عليه قبلها وفي الحقيقة أرستو حدد السياق كعامل أساسي لتحديد إن كانت المصادرة على المطلوب مغلطة داخل النص هل السياق هو سياق جدل قائم بين فردين لكل منهم معتقداته الخاصة أم إن السياق معرفي إذن عند التعامل مع المصادرة على المطلوب لابد من التمييز بين السياق المعرفي أو السياق الأبستمي أو السمنطيقة سيمانتكس أو سياق دلالة الألفاظ ومعانيها أي السياق الذي تتضح فيه علاقة الكلمات والألفاظ المستخدمة بدلالتها في الواقع والسياق التداولي الجدلي أو البراجماتيقة براجماتيكس أو العلاقة بين الرموز اللغوية ومستخدميها من البشر أي الطرق التي يستخدم بيها البشر اللغة والتي تتجاوز نطاق المعاني الدلالية للكلمات المستخدمة عارف إن الفكرة أصبحت معقدة بعض الشيء بتبسيط غير مخل التفرقة الأساسية بين الدلالة والتداول يتوقف عليها إن كانت الحجج الدائرية مغالطة بالضرورة أم لا وهذه التفرقة تعتمد على سياق الحوار المطروحة بداخل الحجة والالتزامات الاعتقادية عند المتحاورين المصدرة على المطلوب تعد مغالطة إذا فشلت في تحقيق وظيفة أساسية من وظائف الحجة وهي الوظيفة البرهانية أي إذا لم تغير شيء في درجة ثقة المتلقي في النتيجة محل الإسباب أي إن كانت درجة اعتقاده في النتيجة واحدة قبل وبعد الحجة أي إن كانت الحجة تكرر النتيجة في المقدمات وتقدم هذه النتيجة إلى متلقي لا يعتقد أصلا في تلك النتيجة ولا يلتزم بها فإنها عندئذ لا تؤدي وظيفتها البرهانية وتحت هذا السياق تعد مغالطة أما إن قدمت النتيجة كجزء من المتقدمات إلى متلقي يعتقد في النتيجة مسبقا ويلتزم بها في هذا السياق التداولي لا تعد مغالطة السبب أني بحاول توضيح تلك الفكرة إنها شائعة كثيرا في الجدال حول المعتقدات الدينية مثلا دكتور عادل مصطفى في كتابه المغالطات المنطقية فصول في المنطق الغير سوري طرح هذه الصورة التخيلية عن حوار دار بين فرد مؤمن وآخر غير مؤمن المؤمن بيقول سيظل القرآن الكريم إلى يوم القيامة محفوظا من كل التصحيح والتحريف الغير مؤمن ما الدليل على ذلك؟ بالمؤمن الدليل أن الله يقول في القرآن إنا نحن نزلنا الزكر وإنا له لحافظون هذه الجدالية تحتوي على مغالطة المصدرة على المطلوب لأن المتلقي ليس لديه أي التزام عقائدي بالقرآن وبالتالي الدليل المطروح لا يضمن لديه أن يبقى القرآن محفوظ بما فيه ووقعت المغالطة من خلال الاستدلال الدائري في تلك الحالة لكن لو استخدمت تلك الحجة بنفس الصورة بسياق تداوري آخر بين داعية مؤمن ومتلقي أيضا مؤمن ولديه التزام اعتقادي بالقرآن مثلا في خطبة صلاة في تلك الحالة قامت الحجة بوظيفتها البرهانية وتكون حجة صائبة ولا تشبه مغالطة المصدرة على المطلوب لأن المتلقي لديه التزامات اعتقادية سابقة بالقرآن وبالتالي النتيجة المستخدمة في المقدمة تعد جزء من البرهان ظهور النتيجة في المقدمة أمر مقبول لأنها فعلا أمر مصدق بالنسبة للمتلقي إذن نخلص من هذا إن يقع على عاطق المجادل أن يدرك هوية المتلقي والتزامات الاعتقادية المبدئية وأن يتجنب تأييد المذهب من داخله أي يصادر على المطلوب هذه صورة لحجة قامت بالمصدرة على المطلوب في حالة وكانت صحيحة في حالة أخرى حسب الصياق التداولي الذي طرحت فيه وبالتالي تصبح المصدرة على المطلوب هي مغلطة تداولية بالأساس وفي كتابه المهم نسق المنطق A System of Logic لالفيلسوف الإنجليزي جون ستيورت ميل ذهب لأن جميع صور الاستدلال الاستنباطي ترتكب مغلطة المصدرة على المطلوب لأن القياس سالاجزم بيتضمن مصدرة على المطلوب لأن المقدمة الكبرى فيه تفترض صحة النتيجة مثلا 1 كل إنسان فان 2 أفلاطون إنسان 3 إذن أفلاطون فاني المقدمة الكبرى أو الأولى كل إنسان فاني تفترض النتيجة مسبقا بمعنى أننا لا يمكن أن نصدق صحةها إن لم نكن مصدقين إن أفلاطون فاني لأن هناك الآن إنسان واحد غير فاني على أي حال سنعود في الحلقات المستقبلية لمنقشة منطق القياس بالتفصيل السؤال المركب المشحون تقع تلك المغالطة عندما يطرح المجادل سؤالين أو أكثر في صورة سؤال واحد وإجابة واحدة تعطى للإجابة على كليهما التكنيك الذي يعتمد عليه المجادل هو دس فرضيات مسبقة غير مبررة في التزامات الخصم الاعتقادية كل سؤال مركب يفترض وجود شرط ما وعندما يقوم المتلقي بالإجابة على هذا السؤال تنجح الحجة في تقرير هذا الشرط المفترض أي إن السؤال المركب يحتوي على فخ خفي يجبر المتلقي على الاعتراف بشيء ما تأمل هذه الأمثلة هل توقفت عن الغش في الامتحانات؟ أين أخفيت السجائر التي كنت تدخنها؟ تخيل إن إجابتك على السؤال الأول كانت بنعم وعلى السؤال الثاني تحت الفراش في تلك الحالة تظهر الحجج التالية سؤلت إن كنت توقفت عن الغش في الامتحانات فأجبت بنعم إذن يتبع من هذا أنك كنت تغش في الامتحانات في الماضي سؤلت أين أخفيت السجائر التي كنت تدخنها؟ وأجبت تحت الفراش إذن يتبع من هذا أنك في الواقع تدخن السجائر دلوقتي تخيل إنك أجبت على السؤال الأول بلا والسؤال الثاني لم أخفي شيئا ستظهر تلك الحجتين في هذه الحالة سؤلت إن كنت توقفت عن الغش في الامتحانات فأجبت بلا إذن يتبع من هذا أنك ستستمر في الغش في الامتحانات سؤلت أين أخفيت السجائر التي كنت تدخنها؟ وأجبت لم أخفي شيئا إذن يتبع من هذا أنك دخنتها بالكامل إذن من الواضح إن في كل من هذين المثالين هناك سؤالين هل غشيت في الامتحانات في الماضي؟ إن كانت إجابتك بنعم هل توقفت عن الغش الآن؟ هل كنت تدخن السجائر؟ ولو كانت إجابتك بنعم أين أخفيتها؟ إن لم يدرك المتلقي الفخ في هذا السؤال المركب وجاوب ببراءة قدم على نفسه اعتراف ووقع في فخ الاعتراف بشيء لم يقدم عليه دليل بالمرة التعامل الذكي في تلك الحالة مع هذا النوع من المغالطات هو تحليل السؤال المركب إلى الأسئلة المكون منها والإجابة عنها بشكل مستقل المحققين ورجال الشرطة يستخدمون هذه المغالطة المنطقية كفخ للإيقاع بالمتهم للاعتراف بفعلته مثلا أين أخفيت جسم الجريمة؟ ما الذي دفعك لتزوير تلك الوثيقة؟ في تلك الحالة يفرق المنطقيين بين هذه النوعية من الأسئلة ويطلقوا عليها الأسئلة الاستدراجية leading questions الفيلسوف الأمريكي المعاصر جون سيرل في كتابه البديع الوعي واللغة Conscious and Language اللي نشره سنة 2002 ذهب إلى أنه يجب تحليل السؤال الفلسفي المطروح تحليل دقيق قبل بحاولة الإجابة عليه أو عرض وجهات النظر الفلسفية التي قد يتناولها السؤال لابد من فحص السؤال وتحليل عناصره أولا وتحديد الإفتراضات بداخله لا تسلم بالأسئلة علل السؤال قبل أن تجيب عليه المأزق المفتعل false dichotomy عندما تقدم الحجة مفضلة إما أو either or بين قضيتين ضمن مقدمتها وهناك خيارات أخرى مطروحة في تلك الحالة إذن المجادل أذال خيار آخر غير مرغوب فيه إما بدون قصد أو عنعم تاركا المتلقي أمام اختيار أحد الحلين المطروحين فقط في تلك الحالة الحجة صحيحة لكن بما أن المقدمات غير تفاضلية بشكل حصري تصبح الحجة غير سليمة unsound هذه الجدلية عادة ما تظهر بوضوح في إسلوب حديث الشباب المتحمسين والمبالغين عند رؤية الواقع مثلا تصور هذه الجدلية من ابن الأبي إما أن تعطيني النقود لأشتري كرة القدم وأتدرب لأكون لاعب مشهور في يوم من الأيام أو أكون بائس وفاشل لبقية حياتي أنا أعلم أنك لا تريدني أن أكون فاشل وبائس إذن لابد أن تعطيني النقود كي أشتري كرة القدم بكل تأكيد المفضلة بين شراء كرة القدم والفشل والبأس إلى الأبد ليست حصرية أي أن هناك احتمالات وخيارات أخرى مثلا خيار آخر قد يكون التدريب في المدرسة أو النادي أو قد يمارس الفرض هواية أخرى كالغناء مثلا ويصبح ناجح فيها إلى آخره الطبيعة المغالطة للمأزق المفتعل تكمن في خلق وهم أن الخيارين المطروحين في المقدمة هما الاختيارين الوحيدين ولابد من اختيار أحدهما ومن هنا المغالطة تجعل أن بعض المقدمات تبدو صحيحة أو على الأقل محتملة بشكل خاطئ لكن المغالطة لا تقع إن كان أحد الخيارات المطروحة صحيح بشكل قاطئ أي بما لا يدع مجال للشك مثلا 1- القاهرة تقع إما في قارة أفريقيا أو قارة أسيا 2- القاهرة لا تقع في قارة أسيا 3- إذن القاهرة تقع في قارة أفريقيا هذه الحجة صحيحة وسليمة لأن أحد مقدماتها صحيحة بما لا يدع مجال للشك بالرغم من أن هناك خيارات أخرى قد تطرح في المقدمة الحجة الاستدلالية مقنعة طالما كان تركبها المنطقي سليم ومقدمتها حقيقية وصحيحة لكن المقدمات حقيقية فقط إن كانت تقدم دليل على حقيقتها ولا تتجنب أي أدلة أخرى مهمة قد تشير إلى حقيقة أخرى لو تجنبت الحجة الاستدلالية دليل ينطبق عليه هذا المعنى في تلك الحالة يقال أن الحجة ارتكبت مغلطة الأدلة المكبوتة أي أخفى الدليل مهم يشير إلى حقيقة مخالفة للأدلة تأمل المثال التالي أسماك القرش قاتلة من فصيلة الأسماك المفترسة لديها القدرة على افتراس كائنات بحرية أخرى في لحظات مثل كلب البحر وبالتالي تشكل خطرا كبيرا على البشر ولا بد التخلص منها المجادل في تلك الحجة تجنب حقيقة مهمة جدا وهي أن معدلات حالات مهاجمة أسماك القرش سنويا للبشر قليلة جدا مثلا 16 حالة سنويا في الولايات المتحدة مقارنة بتلاتين لخمسين حالة سنويا تهاجم فيها الكلاب البشر ومعدل حالة وفاة واحدة كل سنتين قد ينتج عن أسماك القرش وبالتالي خطورة التعرض لهجوم من أسماك القرش قليلة جدا ولا تقدم استدلال كافي قوي في تلك الحجة على النتيجة وهي أنها تشكل خطورة كبيرة على البشر وبالتالي لا بد التخلص منها هذه المغالطة تصنف كأحد صور مغالطات الافتراض لأنها تعمل على المتلقي فقط من خلال خلق افتراض وهو أن المقدمات صحيحة وكاملة أحد أكثر الصور شيوعا من مغالطة الأدلة المكبوتة عادة ما يحدث في الإعلانات والدعاية تقريبا كل إعلان يتجنب ذكر الآثار والخواص السلبية للمنتج المعلن عنه وكنتيجة المتلقي للدعاية يبني نتيجة خاطئة لاعتقاده أن المادة الإعلانية قدمت له الحقيقة كاملة مثلا بعض الإعلانات قد تدعي أن الطعام لا يمكن تهيه بدون السمن البلدي لكن هذا الإعلان تجنب ذكر مخاطر السمن البلدي مثل زيادة معدلات الكولوسترول في الدم وانسداد الشرايين التاجية وغيرها من الأمراض الخطيرة التي حتى وإن كان الطعام فعلا أفضل عند طهيه بالسمن البلدي لا يكفي هذا لتبرير المخاطر التي قد تنتج عنه وبالتالي ليس من العقلاني إخفاء تلك المعلومات عند محاولة إقناع المشاهد شراء المنتج أحد الصور الشائعة أيضا للمغالطة عادة ما يظهر في الحملات الانتخابية وتنافس بين مرشحين أحد الطرق التي قد يستخدمها مرشح هو مهاجمة المرشح الآخر من خلال ذكر مساوئه والأفعال التي قام بها وقد تكون سببت مشاكل في الماضي لكنه يتجنب ذكر سياساته وقراراته الجيدة ويبني على هذا نتيجة أنه هو المرشح الذي يجب أن يختاره الناخبون مثلا السادة والسيدات الأفاضل السيد سين دعم سياسات أدت إلى فشل المنظومة الصحية والتأمينات وتوصياته بشأن الميزانية زادت من العجز في ميزان المدفوعات ناهيكم عن سياساته الخارجية التي زعزعت الاستقرار في المنطقة لذا أعطوني أصواتكم مرشحكم الأفضل لهذا المنصب ما قد يكون قد غفل عن ذكره المتحدث مثلاً والنجاحات المتكررة للسيد سين أو أنه هو نفسه أقل كفاءة من السيد سين للمنصب وأن توصياته وقراراته بخصوص نفس القضايا قد تكون أسوأ لأن عند ذكر هذه الحقائق في تلك الحالة يصبح السيد سين هو الاختيار الأمثل للمنصب وبالتالي قام المتحدث بارتكاب مغلطة الأدلة المكبوتة كي يقود المتلقي إلى النتيجة التي يسعى هو إليها صورة أخرى لمغلطة الأدلة المكبوتة هو تجاهل أحداث مهمة تجعل نتيجة الحجة الاستدلالية غير معقولة مثلاً في أحد المناظرات في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بين المرشح الرئاسي ميت رامني والرئيس الأمريكي وقتها براك أوباما ميت رامني جادل الجيش الأمريكي لديه عدد أقل من البوارج وبنادق M1 ومدافع هاوتزر مما امتلكه الجيش سنة 1940 وبالتالي فإن القوة القتالية للجيش الأمريكي أقل فاعلية اليوم مما كانت عليه عام 1940 الحجة تجهلت حقيقة إن البوارج وبنادق M1 ومدافع هاوتزر أصبحت تكنولوجيا قتالية عفى عليها الزمن وتم استبدالها بسفن أحدث وأكثر كفاءة ومدافع أكثر قدرة وبالتالي النتيجة غير حقيقية أحد الصور الأخرى التي قد يتم فيها كتم الأدلة هو اقتطاع النصوص من سياقها لإخفاء بعض الحقائق عن المتلقي وبالتالي الترويج لحقيقة استدلالية من المقدمات الناقصة على أي حال مغلطة الأدلة المكبوتة تشبه كثيرا مغلطة المصدر على المطلوب لأن المجادل يترك مقدمة أساسية من الحجة الفارق أن مغلطة الأدلة المكبوتة تترك فرضية تقود إلى نتيجة مخالفة لنتيجة الحجة في حين أن مغلطة المصدر على المطلوب تترك فرضية مطلوبة لدعم النتيجة المثبتة في الحجة لكن لأن المغالطتين تترك أحد المقدمات من الحجة في بعض الأحيان قد يصعب التفريق بينهما دون التطقيق معاني الكلمات والجمل قد تتغير وتتلون داخل الجدليات سواء بدون قصد أو عن عمد مصطلح ما قد يظهر بصورة ما في مقدمات الحجة لكنه يستخدم بصورة مختلفة أو ليعني شيء آخر في نتيجة الحجة وفي تلك الحالة الاستنباط أو الاستنتاج في الحجة يكون خاطئ لأن المقدمات قصدت شيء مختلف عن النتيجة هذه الفئة من المغالطات تعرف بمغالطات الغموط أو قد يطلق عليها البعض السفستائيات الاستخدام المتعمد لهذا النوع من المغالطات عادة يكون من السهل التعرف عليه لكن عندما تحدث تلك المغالطات بدون قصد يصبح من الصعب التعرف عليها سواء نتيجة أخطاء لغوية، تركيبية، قواعدية أو منطقية سنستعرض عدة صور من مغالطات الغموط الإشتراك اللفظي تحدث مغالطة الإشتراك اللفظي عندما تكون نتيجة الحجة تعتمد على حقيقة أن كلمة أو عبارة ما استخدمت بصورتين مختلفتين داخل الحجة سواء بشكل ظاهر أو ضمني هذا الأمر راجع لأن كثير من الألفاظ اللغوية مشتركة أي أن لها أكثر من معنى واحد وبعضها له نطاق واسع من المعاني حجة الإسلام أبو حامد الغزالي أشار في الجزء الأول من كتابه المستصفة إلى الألفاظ المشتركة كالآتي وأما الألفاظ المشتركة فهي الأسامي التي تنطبق على مسميات مختلفة لا تشترك في الحد والحقيقة البتة كاسم العين للعضو الباصر وللميزان وللموضع الذي يتفجر منه الماء وهو العين الفوارة وللذهب وللشمس وكاسم المشتري لقابل عقد البيع وللكوكب المعروف اشتراك الألفاظ في دلالتها يعود بدرجة كبيرة إلى التطور التاريخي للغة والاتفاق الاجتماعي على ربط اللفظ بدلالة معينة يدل عليها هذا الارتباط في كثير من الأحيان يكون اعتباطيا قائم على شيوع الاستخدام بصورة معينة هذه الدلالات التي قد تؤدي إلى الالتباس يتم التغلب عليها عادة من خلال السياق الذي تطرح فيه وبالتالي يساعد في توضيح الدلالة المقصودة من اللفظ المشترك فالكثير من الألفاظ والكلمات مطاطية متعددة الاستخدامات وتتلون حسب استخدامتها فقد تتسع أو تضيق دلالتها حسب الظروف والحاجات لكن في بعض الأحيان قد لا يساعدنا السياق على التعرف على الدلالة التي يشير إليها اللفظ المشترك وفي تلك الحالة ينشأ هذا الالتباس حين يعجز كل من السياق والتعريف عن حصر نطاق المعاني الخاصة باللفظ في دلالة واحدة وحين يقوم المجادل بدون قصد أو عمد باستخدام لفظ مشترك في سياق حجة ينتج عنه التباس في المعاني والدلالات اللفظية للكلمة تصبح الحجة في تلك الحالة مغالطة اشتراء فالسي أوف اكوذيكيشن مثلا واحد السلطة التشريعية يمكن أن تلغي أي قانون اتنين قانون الجاذبية هو قانون تلاتة لذلك يمكن للسلطة التشريعية لغاء قانون الجاذبية لفظة قانون في هذا المثال استخدمت بشكل ملتبس لتدل على معنيين مختلفين في المقدمة الأولى في المقدمة الأولى المقصود كان القانون الوضعي الذي يحق للسلطة التشريعية إلغاؤه أما في المقدمة الثانية المقصود كانت قانون الطبيعي مثال آخر الفقر حيوان لذا الفقر الكبير هو حيوان كبير هنا استخدام كلمة كبير تم بشكل ملتبس لأنها تشير إلى دلالتين مختلفتين حسب السياق نفس الفكرة قد تنطبق على كلمات أخرى قد تستخدم بشكل نسبي حسب السياق مثل صغير جيد سيء كفيف ثقيل سهل صعب إلى آخره عذا ما تستخدم مغلطة الألفاظ المشتركة في الخطب السياسية حيث يستخدم السياسيين عبارات وكلمات مثل الأمن القومي الاستقرار الفرص المتكفأة العدالة الاجتماعية الحرية وغيرها بطريقة في بداية خطبهم قد تختلف كثيرا عن استخدامهم لها في نهاية الخطاب لإقناع المستمعين بحجتهم بشكل مغلوط التشابه اشتراك التركيب أم فابلي عادة ما تحدث مغلطة التشابه عندما يسيء المجادل فهم جملة مشتبهة أو غامضة ويبني على فهم الخاطئ نتيجة الحجة الجملة المشتبهة عادة ما يؤكدها فرض آخر غير المجادل والاشتباه عادة ما ينتج عن خطأ في استخدام قواعد اللغة النطق التشكيل التنقيط والرموز إلى آخره أي أن الجملة حمالت أوجه بسبب تلك الأخطاء قد تفهم الجملة بصورتين مختلفتين تماما والمجادل عادة ما يتبنى التفسير الخاطئ بدون قصد أو عند ويبني نتيجة حجته بناء على هذا التفسير في الواقع منذ بداية التاريخ الإنساني والمنجمين العرافين والكهنة كانوا أبرع من استخدم مغلطة الاشتباه ووضعوا تنبؤتهم في صياغ ملتبسة ومتشبهة يمكن تفسيرها على عدة أوجه بحيث تحقق لهم التملص من أي حقيقة يمكن أن تكذب تنبؤتهم الخدعة في صنع نبوءة غير قبلة للتجذيب من الأساس هو أن تجعلها قابلة للتفسير لكل ملاحظة ممكنة للدرجة التي يمكن تفسيرها عند وقوع الحدث أو امتناعه أي أن مهما قالت الأمور إليه سيمكن تأويل النبوءة بصورة أو أخرى المؤرخ اليوناني القديم هيريدوت روى أن الملك كريوسيوس أخذ مشورة كاهنت الوحي في دالفي قبل الخروج للمعلقة ضد سيروس ملك فارس الكاهنة تنبأت بالآتي إذا ذهب كرويسوس ليحارب سيروس فسوف تدمر مملكة عظيمة كما تصورت كرويسوس بالنبوءة وفسرها على أنه سيدمر مملكة فارس لكنه هزم على يد ملك فارس وكتب له البقاء كي يعود إلى دالفي ويقابل الكاهنة مرة أخرى التي ردت أن النبوءة كانت صادقة فقد دمرت مملكته هو بالذهاب إلى الحرب بكل تأكيد الخدعة واضحة جدا بالنسبة لك الكاهنة لاستخدمت الالتباس الذي نتج في الجملة عن عدم تحديد أي مملكة ستتدمر وبالتالي تصبح الجملة دائما صحيحة في حالة الحرب بين مملكتين لأن أحدهما على الأقل ستتدمر ولو كان كرويسوس فطن لتلك المغالطة لطلب تحديد من الكاهنة أي مملكة ستهزم نفس الصورة من التنبوء ما زالت شائعة حتى اللحظة في العصر الحديث وما زلنا نشاهد قارئ النجوم، الطاروت، العرافين وغيرهم بيلعبون نفس الخدعة ويقدموا تنبوءات حمالة أوجه مشتبهة يمكن تبررها في كل الحالات أكثر تلك التنبوءات شيوعا عادة ما يكون في نهاية العام ومع بداية عام جديد يطرح عدة تنبوءات تحمل معاني ملتبسة إن العام الجديد سيكون مليء بالخير لكنه أيضا سيكون عام سيء وحين يقع إحدى الأمرين يسرع المتنبئ بالإشارة إلى إن انبوته صحة لأن أحد أوجه الالتباس تحق لكن المغالطة ليست قاصرة فقط على العرافين تأمل مثلا الجملة التالية أحمد أخبر محمد أنه أخطأ وبالتالي يجب معاقبة محمد في الحقيقة هذه الجملة متشابهة لأن الضمير أنه غير محدد أي لا نعرف على وجه التحديد عائد على من هل أحمد هو الذي أخطأ أم محمد لكن في الحقيقة مغالطة التشابه قد تكون شديدة الخطورة إن حدست في حالتين حالة العقود القانونية وحالة الوصية كاتبي تلك الوثائق عادة ما يعبر عن نواياهم بصيغة قد تكون ملتبسة وغير واضحة بدون قصد الأمر الذي يؤدي إلى تفسيرها بعدة صور تأمل هذه الوصية مثلا السيدة آمال أوصت بترك عقدها الزهبي وقطتها لهدى وندى وبالتالي من تلك الوصية قد نستنتج إن هدى ستحصل على العقد الزهبي على العقد الزهبي وندى على القطة لأنها أحد صور تفسير الوصية قد تجادل ندى إن المقصود هي أن تتقاصم هي وأختها ملكية كل من العقد والقطة لكن في الحقيقة هذه إحدى الصور التي يمكن تفسير الوصية بها لكنها ليست الصورة الوحيدة السيدة آمال كان من الممكن أن تحل تلك الإشكالية بإضافة يتشارك بالتساوي الملكية أو تقسم الملكية لك أن تتصور بالطبع شكل الخلافات التي ستنتج عند تنفيذ تلك الوصية توقب الاقتسام أو التشارك مثال آخر قد يكون في صيغة عقد تأمل المثال التالي السيد محمود كتب العقد التالي مقابل إنهاء بناء الدور الأول من المنزل يدفع للمقاول مبلغ ألف جنيه ومكافأة مية جنيه إن أنهى العمل لنهاية الشهر لكن المقاول لم ينهي العمل في نهاية الشهر وبالتالي السيد محمود لن يدفع له الألف جنيه أو المكافأة أرجو إن الالتباس يكون واضح بالنسبة لك في تلك الحالة هل المكافأة فقط مشروطة بإنهاء العمل بوقته أم الأجر والمكافأة مغلطة التشابه تختلف عن مغلطة التركيب اللفظي بصورتين الأولى إن التركيب اللفظي عادة ما ينتج عن التباس في معنى كلمة أو جملة محددة لكن التشابه عادة ما ينتج عن التباس في التركيب اللغوي أو القواعد المستخدمة عند بناء الجملة الصورة الأخرى في الاختلاف هي إن التشابه عادة ما يحدث نتيجة خطأ يقوم به المجادل عند تفسير جملة ما يطرحها فرض آخر لكن في حالة التركيب اللفظي المغلطة تحدث نتيجة صياغة المجادل نفسه لكن في بعض الأحيان قد تطرح جمل تشترك في كل من مغلطة الاشتباه والتركيب اللفظي الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد أي المغلطتين تنطبق على الجملة لكن التحليل اللغوي الدقيق عادة ما يساعد في إظهار الالتباس النبر الغموض قد ينتج في بعض الأحيان عن استخدام اللفظ بمعاني متعددة داخل الحجة الواحدة لكن التغير عادة ما ينتج عن التأكيد أو النبرة المستخدمة لإظهار كلمة أو جملة محددة داخل الجدلية عندما تعتمد مقدمات الحجة على تأكيد ما داخلها لكن النتيجة يستدل عليها بتأكيد نفس الكلمة بصورة مختلفة في تلك الحالة مغلطة النبر ارتكبت الفكرة قد تبدو بسيطة لكنها شديدة الخطورة وفي كثير من الأحيان تجعل التعرف على المغلطة أمر عسير هناك عدة صور من النبر الصورة الأولى النبر أو التأكيد على الأحرف أرستو كان أول من رصد هذا النوع من المغلطات في عمله الخالد ضحض السوفستائيات وعدها أرستو ضمن مغلطات الغموض في اللغة وجادل إنها تحدث عندما نعجز عن أن نعني ذات الشيء باستخدام ذات الأسماء أو التعبيرات اللغة اليونانية القديمة ككثير من اللغات وقتها لم تكن تحتوي على علامات نبر تبين كيف يجب أن تنطق الكلمات ولكن متحدثي اللغة تعاملوا مع اللغة المكتوبة بناء على معرفة قبلية باللغة كما كان الحال مثلا في اللغة العربية القديمة قبل الإعجام التنقيط والتشكيل وبالتالي نطقت الكلمات بصورة ما لكنها كتبت بصورة أخرى الأمر الذي فتح باب الالتباس في اللغة مثلا في القرآن الكريم سورة الرعد الآية 43 قد تقرأ ومن عنده علم الكتاب وقد تقرأ أيضا ومن عنده علم الكتاب المعنى شديد الاختلاف بمجرد تغيير التأكيد أو النبر في مجرد كلمتين داخل النص الصورة الثانية النبر على الكلمة داخل العبارة هذه هي الصورة الأكثر شيوعا من النبر ويتم فيها التركيز على كلمة ما في الحجة لتغيير نتيجة الاستنتاج تماما مثلا ينبغي أن نكون أمناء مع أصدقائنا في مقابل ينبغي أن نكون أمناء مع أصدقائنا في الحالة الأولى النبر على أمناء يعني أننا ينبغي أن نكون أمناء بصورة عامة أما في الحالة الثانية الأمر يبدو اختياريا أي أننا ملزمين بالأمانة مع الأصدقاء فقط الصورة الثالثة الإجتزاء وهي الاقتباسات المنتزعة من الصياق والتأكيد على عبارة أو فقرة كانت مجرد جزء من صياق عام سواء بذكر هذا الصياق أم إخفاؤه علماء المنطق يعدوا هذا النوع من المغالطات أحد صور النبر لأنه تأكيد مضلل لكن البعض الآخر يعدوا كصورة من المغالطات مستقلة لأنه مرتبط بالصياق أكثر منه بالنبر أي أن كان التصنيف هنا؟ الفكرة هو اجتزاء جملة من صياقها واستخدامها بشكل غامض للمساعدة في إثبات حجة ما مثلا صحافة الحزب الجمهوري الأمريكي في حملة الانتخابات الرئاسية عام 1996 اقتطعت جملة من نص مرشح الحزب الديمقراطي المنافس وقتها ألغور قال فيها ليس هناك صلة مؤكدة بين التدخين وسرطان الرئة لكن في الحقيقة ألغور في الصياق الكامل للحوار قال بعض العلماء العاملين لدى شركات الدخان سيدعون بصفاقة أنه ليس هناك صلة مؤكدة بين التدخين وسرطان الرئة غير أن الأدلة الراجحة والمقبولة لدى الأغلبية الصاحقة من العلماء تقول أن التدخين يسبب سرطان الرئة باقتطاع الجزء الذي قال فيه ألغور علماء شركات الدخان سيدعون بصفاقة يبدو وكأنه هو الذي يدعي أن ليس هناك علاقة بين سرطان الرئة والتدخين الأمر الغير حقيقي بالمرة على النقيد ألغور كان من المهاجمين لشركات الدخان وعلاقتها بسبب قناعته أن منتجتها وراء ازدياد سرطان الرئة في الولايات المتحدة الأمريكية مغلطة التكوين مغلطة التكوين تحدث عندما تعتمد نتيجة الحجة على تحول خاطئ لأحد خصائص وسمات أجزاء الشيء كي يتعمم على الكل بصورة أخرى عندما يحاول المجادل إثبات بما أن أحد أجزاء الشيء له خاصية معينة يتبع هذا أن الشيء ككل له نفس الخاصية أيضا وفي تلك الحالة هذه الخاصية لا يمكن تعممها من الجزء إلى الكل تأمل الأمثلة التالية كل لعبين فريق كرة القدم الوطني ممتازين وبالتالي الفريق ككل ممتاز كل زر في هذا القلم لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وبالتالي القلم كله غير مرئي السوديوم والكولورين المركبات الزرية للملح مواد كيميائية سامة وبالتالي الملح مادة سامة في كل تلك الحجج المجادل يحاول نقل خاصية تنطبق على الجزء إلى الكل خاصية الامتياز المجهرية السامية إلى آخره لكن في كل حالة من تلك الحالات هذا الانتقال من خاصية الجزء إلى الكل انتقال خاطئ وبالتالي تصبح الحج مغالطة لكن طبعا ليس كل انتقال من الجزء إلى الكل دائما خاطئ تأمل الجمل التالية كل ذرة في القلم لها كتلة وبالتالي القلم ككل له كتلة كل سلك في هذا السياج لونه أبيض وبالتالي السياج ككل لونه أبيض في كلا الحالتين خاصية كتلة الزرات تنتقل من الجزء إلى الكل وكذلك خاصية اللون في حالة السياج تنتقل من الجزء إلى الكل بكل تأكيد عقيقة أن الزرات لها كتلة أمر يعمم على الأشياء ونفس الأمر ينطبق على خاصية اللون وبالتالي فإن قبول هذه الحجج ينسب على الأقل جزئيا إلى النقل المشروع لسمى من الجزء إلى الكل اكتشاف المغالطة يعتمد على فهمها والتدقيق في الجملة اكتشاف أن المجادل يحاول الانتقال بخاصية من الجزء إلى الكل لكن بالإضافة لهذا هناك معرفة عامة لابد أن تتوفر لدينا عن طبيعة الخواص التي يريد المجادل نقلها كي نستطيع أن نحدد كان هذا الانتقال مشروع أم لا أيضا لابد من تجنب خلط المغالطة مع مغالطة التعميم الغير مسؤول هذا الخلط يحدث فقط بحالة أن الكل فئة معينة مثلا فئة سكان مدينة القاهرة والأجزاء أعضاء في تلك الفئة في تلك الحالة مغالطة التكوين تنتج من أن الجزء عضو في الفئة لكن التعميم الغير مسؤول على الجانب الآخر يحدث نتيجة الانتقال من المحدد إلى العام لأن من السهل أن نخطئ في فهم أن الجملة عن فئة معينة إن كانت جملة تعميم أم جملة خاصية التكوين يمكن تجنب مثل هذا الخطأ إذا كان المرء قريص على مراعاة التمييز بين هذين النوعين من العبارات تأمل الجملتين الجملة الأولى هي صورة عامة خاصية صغر الحج نتيجة للتنبؤ التوزيعي أي إن تم توزيع الخاصية من أفراد الجماعة إلى الكل لأن كل برغوث صغير الحجم وفئة البراغيث ككل صغيرة الحجم على الجانب الآخر الجملة الثانية هي جملة حول الفئة ككل أي جملة فأوية خاصية كثرة العدد نتيجة للتنبؤ الجماعي collective production أي إن الخاصية لا تنطبق على كل عضو أو برغوث إلى الجماعة لكن لفئة البراغيث ككل معنى الجملة ليس إن كل برغوث كثير العدد لكن فئة البراغيث ككل كثيرة العدد عارف إن الكلام قد يبدو غامض بعض الشيء سأطرح عليك طريقة عملية للتفريق بين مغلطة التكوين ومغلطة التعميم الغير مسؤول ابدأ بتحليل نتيجة الحجة لو كانت النتيجة جملة عامة أو جملة تكوين أي أنها خاصية تم التنبؤ بها بناء على مجموع وجود نفس الخاصية عند كل أفراد الجماعة إن لم تصح النتيجة في هذه الحالة تصبح مغلطة تكوين أما لو كانت جملة النتيجة جملة فئوية أي إن الجملة تم التنبؤ بها على الفئة ككل ولا تنطبق على كل فرد داخل الفئة أو الجماعة إن لم تصح في تلك الحالة تصبح مغلطة تعميم غير مسؤول مثلا تستهلك السيارة وقودا أقل مما تستهلكه سيارة إطفاء الحرائق لذلك تستهلك السيارات في دولة مصر وقود أقل من سيارات الإطفاء للوهلة الأولى قد يبدو أن تلك الحجة تنتقل من المحدد إلى العام وبالتالي ارتكبت مغلطة تعميم غير مسؤول لكن في الحقيقة لو دققت النظر واتبعت الطريقة التي وصفتها لك منذ قليل ستجد أن نتيجة الحجة تقر أن فئة السيارات ككل تستهلك وقود أقل من فئة كل سيارات الإطفاء بناء على انتقال خاصية من الجزء إلى الكل وهي أن السيارة العادية تستهلك وقود أقل من سيارة الإطفاء لكن في الواقع هذا الانتقال خاطئ لأن هناك عدد أكبر في فئة السيارات العادية من عدد السيارات في فئة الإطفاء وبالتالي بما أن النتيجة قامت بناء على تنبؤ جماعي ارتكبت الحجة مغلطة التكوين مغلطة التقسيم مغلطة التقسيم هي الصورة المغايرة من مغلطة التكوين التكوين يحدث عندما ينقل المجادل بصورة غير شرعية خاصية من الجزء إلى الكل أما مغلطة التقسيم تحدث عندما ينقل المجادل أيضا بصورة غير شرعية خاصية من الكل أو الفئة إلى الجزء أو الأعضاء مثلا السيارة تم صناعتها داخل مصر وبالتالي كل أجزاءها محلية الصنع في مصر جامعة القاهرة عمرها أكثر من مئة عام دكتور أحمد يعمل في جامعة القاهرة وبالتالي عمره أكثر من مئة عام الملح غير سام وبالتالي عناصر الكيميائية السوديم والكولوراين مواد غير سام الخواص التي حاولت الانتقال بها من الكل إلى الجزء في تلك الأمثلة خواص ليس من المشروع الانتقال بها من الكل إلى الجزء خصير السمية مثلا لا تنتقل من الكل إلى الجزء أو العكس أو مكان الصنع أو العمر إلى آخره لكن بنفس الصورة في حالة مغلطة التكوين هذا الانتقال قد يكون مشروع في بعض الحالات مثل القلم له كتلة وبالتالي الزرات المكونة للقلم لها كتلة عديقة البرتقال لونها برتقالي إذن البرتقال لونو برتقالي في تلك الأمثلة كما هو واضح خاصية الكتلة أو خاصية اللون أواص مشروع الانتقال بها من الكل إلى الجزء وكما أن التعميم الغير مسؤول من الممكن أن يختلط بمغلطة تكوين مغلطة المصادفة أكسيدنت قد تختلط مع مغلطة التقسيم بنفس الصورة هذا الاختلاط يحدث فقط عندما يكون الكل فئة معينة في تلك الحالة الانقسام ينتقل من فئة إلى أعضاء تلك الفئة لكن في حالة مغلطة الصدفة تحدث عندما ننتقل من العام إلى المحدد وبالتالي لو جملة فئوية تم خلطها مع جملة عامة التقسيم قد يتم خلطه بالصدفة كي نتجنب هذا الخلط من الممكن اتباع عكس الطريقة التي اتبعناها لتفريق التعميم من التكوين نبدأ بفحص مقدمات الحجة لو احتوت المقدمات على جملة عامة أي أن الخاصية لا تنطبق على الجزء في تلك الحالة المغالطة هي الصدفة أما لو المقدمات احتوت على جملة فئوية في تلك الحالة المغالطة المرتكبة هي التقسيم مثلا المشغولات اليدوية اختفت تقريبا الأطباق النحاسية من المشغولات اليدوية إذن الأطباق النحاسية اختفت تقريبا المقدمة الأولى ليست جملة عامة لكنها جملة فأوية لأنها قائمة على خاصية في الكل تم التنبؤ بها بشكل جماعي أي قائم على وجودها في كل أعضاء جماعة المشغولات اليدوية وبالتالي إن لم تكن نتيجتها صحيحة تصبح مغلطة تقسيم مثال آخر الأسرة المصرية المتوسطة لديها في المتوسط 2.5 طفل عائلة محمود هي عائلة مصرية عادية لذلك فإن عائلة محمود لديها 2.5 طفل مقدمة الحجة ليست جملة عامة لكنها جملة فأوية بالرغم من إن ليست كل عائلة لديها 2.5 طفل لكنها قائمة على متوسط عدد الأطفال في الأسرة العادية إذن الانتقال بخاصية من الكل إلى الجزء حالة من مغالطة التقسيم إن لم تصح النتيجة استياد المغالطات Hunting Fallacies خلال منقشتنا معظم المغالطات الغير رسمية التي تعرضنا لها مباشرة يسهل التعرف عليها بقليل من الممرسة والتمرين لكن عندما تحدث المغالطات في الاستخدام اليومي والحوارات العادية بين الأفراد التي في كثير من الأحيان لا يكون القصد منها إثبات أو نفي فكرة معينة لكن مجرد تبادل الآراء أو قتل الوقت يكون من العسير التعرف على المغالطات لأنها لا تكون في صورتها القياسية أو لأن قد لا ينطبق على الخطأ أي صورة من صور المغالطات القياسية وفي بعض الأحيان ينطبق على المغالطة أكثر من صورة من المغالطات وخيوط المنطق والترابط داخل الكلام قد تتشابك وتحتاج إلى فكها أولا قبل تحليلها بل وأحيانا قد لا يكتمل قالب المغالطة بالمرة أو حتى لا يكون هناك اتصال واضح بين المقدمات والنتائج الصور التي قد يغالط بها المجادل عديدة ومتنوعة وتحتاج لكثير من الممارسة العملية كي تستطيع استياضها في حديث الآخرين في حديث عابر منذ عدة سنوات مع أحد جيراني في ولاية فرجينيا الأمريكية طرح عدد من الحجج والآراء الشخصية أو لموقفه من عمل المرأة فكرة المساواة ودخول المرأة في كفء مجالات الحياة الأمريكية للأسف لا أتذكر التفاصيل كاملة للحوار لكن عند قراءتي هذا الخطاب المنشور في أحد الصحف الأمريكية في باب آراء القراء أعادتني الكلمات لهذا الحوار بسبب تشابه وجهة النظر وإسلوب الطرح تأمل نص الخطاب يا إلهي سأمت من حقوق المرأة لكل مرة نطالع الأخبار نسمع عن شكل من أشكال التمييز ضد بعض النساء المساكين التي يرغبنا في أن يصبحنا شرطيين إطفاء حريق أو بعض الملاحظات التي توحي أو تشير إلى أن النساء أقل شقنا من الرجال أنا على سبيل المثال لا أريد أن يتم إنقاذي من قبل إطفاء حريق امرأة خاصة إن كنت رجل طوله ستة أقدام والمرأة طولها خمس أقدام لماذا تجد النساء دورهم في الحياة مهينا إلى هذه الدرجة؟ ما هو الخطأ في كونك زوجة وأم والبقاء في المنزل بينما يخرج الزكر ويبحث عن الطعام ويعيدوا إلى عائلته؟ لا أعتقد أن المرأة أثبتت أنها مدعة أو قادرة في المتوسط على القيادة العالمية أو لديها نفس القدرات الجسدية أو الشجاعة مثل الرجال في المتوسط معظم السيدات الأمريكيات لم يخوضوا حربا عالمية كبرى بعد أسأل السيدات من منكم يريد ذلك؟ سواء كان الشخص أنسى، أسود، أبيض أو معاق أيا كان، فإن القدرة دي ما يهم في التحليل النهائي لا يمكن للمرأة أن تطالب بالمساواة لا يمكن لأحد ما لم يتم اكتسابه لتلك الحقوق طبقا لقدراته عندما تقع المصائب، تكون الفتاة في محنة، فهي تتعرض لضغوط شديدة بسماية نفسها، وعادة ما يجب إنقاذها من قبل رجل أحتاج الرجل حتى أتمكن من تحريك بيانه أو التغلب على صارق أو مقتصب محتمل أو خوض الحرب أشعر بالرضى تماما كون امرأة شكرا لك ما تستغربش، فعلا نص الخطاب كتابته امرأة وليس رجل هذا الخطاب مليء بالمغالطات المنطقية التي تجعل ممارسة استيادها عملية ممتعة لكن مؤلمة بسبب المحتوى مثلا عندما قالت النساء المساكين اللاقي يرغبنا في أن يصبحنا شرطيين إطفاء حريق هي أحد صور الشخصان المسيئة ومساواة حقوق المرأة بشكل عام مع فكرة الحق في أن تكون شرطي إطفاء حريق هي صورة من مغالطة رجل القش وفي الجملة التالية عليها افترضت الكاتبة أن مهنة شرطي إطفاء الحرائق لابد أن تشتمل على تسلق المباني وإنقاذ الأفراد صورة أخرى من مغالطة رجل القش لأن بكل تأكيد هناك العديد من رجال الإطفاء لا يقومون بتلك الأعمال وفي نفس الجملة هناك مصادرة على المطلوب من الممكن تفسرها كالآتي هل النساء التي رغبنا أن يكونوا شرطيين إطفاء حرائق يريدون إنقاذ الرجال الطوال؟ وأيضا المصادرة على المطلوب في افتراض أن مهمة جمع الطعام محصورة فقط على الرجال هل نحصر أنفسنا في التركيب الاجتماعي القائم منذ الإنسان الأول؟ أو المصادرة على المطلوب بالتساؤل إن كانت النساء لها نفس القدرة والشجاعة والكفاءة فباقي الرجال؟ بفرض إن هذا الإدعاء صحيح هل تم إعطاء الفرصة للنساء كي يمارسنا أدوار تتطلب تلك المهارات ثم تم تقييمهم مقارنة بالرجال في نفس الدور؟ نفس الإدعاء أيضا ينطبق عليه تصنيف مغلطة الرنجة الحمراء ومغلطة الحيد عن المسألة في الواقع معظم الأعمال لا تتطلب قدر كبير من تلك المهارات وكثير من الرجال ليس لديه هذه الدرجة العالية من المهارات ومازالوا يؤدون تلك الوظائف في واقع الأمر لن تجد صورة أكثر بلاغة ومأساوية للأسف من الوضع القائم في الكثير من دول العالم المتقدم والنامي منه بمجرد التأمل السريع لقادة ورؤساء الدول الحاليين لن تجدهم يمتلكوا تلك المهارات المدعاة فيقود الأمم والدول وأخيرا تختتم الكاتبة كلامها بمغلطة رنجة حمراء من الدرجة الأولى ما علاقة نقل البيانو والدفاع عن النفس بمطالبة النساء بالمساواة في العمل والأجر مجرد تشتيت للمستمع على أي حال لو حاولت أني أقدم لك نصيحة عند تحليل خطاب الآخرين بحثا عن المغالطات لن أجد أفضل من النصح باليقظة والانتباه لتفاصيل ما يقول المجادل ما هي النتائج في حديثه؟ كيف دعم تلك النتائج؟ هل الأسباب مرتبطة بالنتيجة؟ والأهم هل تدعمها فعلا؟ إن لم تنتبه وتركز على التفاصيل لن تستطيع الإجابة على أي من تلك الأسئلة وبالتالي إن احتوى الحديث على مغالطات ضاعت عليك فرصة استيادها وإن كان الهدف من النقاش هو الوصول لنتيجة قد تكون مضطر لقبول النتيجة لأن ليس لديك أي أساس قوي لرفضها المغالطة هي خطأ في التفكير يقوم المنطقيين برصدها بطرق رسمية وأخرى غير رسمية وهناك أكثر من 200 مغالطة غير رسمية عدها علماء المنطق عبر العصور الجدليات المعطوبة أو المغالطات الغير رسمية يجب أن تكون غير مقنعة لكنها في الواقع تبدو جزابة ومقنعة للمتلقي بسبب عوامل نفسية، ثقافية أو لغوية في بعض الأحيان المغالطات الرسمية عادة ما تقع بسبب خطأ في المحتوى، الصياغة أو الهيكل المنطقي على العكس من المغالطات الرسمية التي تقع فقط بسبب خطأ في الهيكل المنطقي كما أشرنا في الحلقة السابقة هناك خلاف كبير تاخر رواقات علم المنطق حول التصنيف الأمثل للمغالطات، تسمية المغالطات، أهمية بعض المغالطات مقارنة بالأخرى ويختلف الباحثون حول وضع تعريف مصطلح المغالطة نفسه ونظرية موحدة للتعرف على المغالطات وما هي الشروط الكافية والضرورية في نظرية موحدة للمغالطات مشاريع بحسية كبيرة قد تفرد لها علاقات كاملة من كلام فلسفة ومدة خصبة للمدارسين والمتخصصين للبحث والتناول على أي حال، أرستو كان أول من قدم تقسيم للمغالطات بشكل موسق في عمله المهم ضحض الصفستائيات الذي رصد فيه 13 نوع من المغالطات وبدأ فرع جديد داخل علم المنطق الذي نمى في العصور الوسطى وأصبح محل دراسة رسمية في الغرب بعد الخروج من عصور الظلام وترجع أهمية تصنيف المغالطات وتسميتها إلى الفكرة البديهية حول فاعلية طرق الاتصال البشري إن اتفق البشر حول اسم صورة أو قالب متكرر من الأخطاء في المنطق تكون الطريقة فعالة جدا في النقاش واستياد الأخطاء المنطقية بهدف الوصول للحقيقة لكن ليست هذه هي الفكرة الوحيدة حول اعتناق تسمية وتصنيف للمغالطات لكن أيضا جاد للبعض إن دراسة تسمية وتصنيف المغالطات يساعد أيضا في تجنب الأفراد الوقوع في فخ استخدام تلك المغالطات عند صياغة الحجج والجدريات عالم اللغويات والعالم النفسي الكندي المعاصر ستيفن بينكر طرح الفكرة ببلاغة بكتابه البديع أشياء الفكر اللغة كنافذة لطبيعة الإنسان اللي نشره سنة 2005 وأنصحك بقراءته في أقرب فرصة وقال إذا كانت اللغة توفر تسمية لمفهوم معقد فقد يسهل ذلك التفكير في المفهوم لأن العقل يمكن التعامل معها كحزمة واحدة عند التعامل مع مجموعة من الأفكار بدلا من الإضطرار إلى الاحتفاظ بكل مكونات هذا المفهوم بشكل منفصل يمكن أيضا أن يمنح المفهوم تسمية إضافية في الزاكرة طويلة المدى مما يجعله قابلا للقراءة بسهولة أكبر من المفاهيم غير الفعالة أو تلك التي تحتوي على أوصاف لفظية أكثر تقاطعا على أي حال التعرف على المغالطات المنطقية تسميتها وتصنفها هو أحد اللبنات الأساسية لعملية التفكير النقدي critical thinking التي تمكن المرء من الاقتراب بأقصى درجة ممكنة من جوهر وحقيقة الواقع والتفكير النقدي في أفضل صور معرفتنا الإنسانية الحالية ليس عملية جينية أو بيولوجية أو على الأقل لا توجد لدينا معرفة مؤكدة حول هذا الأمر بعد وهو مهارة تكتسب بالممارسة والتطبيق المستمر وفي غياب التفكير النقدي يصبح الفرض مجرد رقم يضاف إلى الجموع تتناقله موجات الأفكار يستجيب لها بشكل أعمى دون تحليل أو تطقيق بناء عقلية نقضية علمية عملية ليست بالسهلة ولا يوجد لها كاتالوج محدد يمكن اتباعه لكنها عملية من المحاولات المتكررة من النجاح والفشل في جوهرها الممارسة والتطبيق البحث والتعلم الدائم الانفصال عن الذات والابتعاد عن التحييزات الرغبات والمعتقدات الشخصية عند تحليل الآراء الشك الصحي واعتناق أدوات مستقرة للبحث عن الحقيقة نقد الإفتراضات تحليل الحجج والجلاليات ودائما وأبدا تحصيل العلم واكتساب المعرفة الصحيحة هي جوهر التفكير النقدي والعلم السليم أو كما أجمل المنطقي الرياضي والفيلسوف الإنجليزي بيرتراند راسل في كتابه الرائع حول رحلة تحول الفلسفي الذي نشره سنة 1959 بعنوان تطوري الفلسفي My Philosophical Development وقال القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة بتصرف عن كتاب التفكير النقدي Critical Thinking لأستاذة الفلسفة الأمريكية المعاصرة شارون كاي من خلال القصة حاولت أقدم لك مادة خصبة لحوار دارب مجموعة من الأفراد تصلح لاستياد المغالطات المنطقية النقاش كان مليء بالمغالطات الغير رسمية التي تعرضنا لها على مدار حلقتين على سبيل المثال لما جاد العادل أن محمود هو القاتل والكل يعلم هذا هذه إحدى صور مغالطات التوسل بالكثرة وعندما أصرت أمينة أن خيرية ليست عضوة في مافيا المخدرات لأننا لم نثبت هذا في الماضي هي إحدى صور مغالطة التوسل بالجهل عادل طرح جدالية غريبة أنه استجوب الطبيب الشرعي الذي أخبره أن المجني عليها لم تكن تمتلك نقود حتى لدفع الإيجار لماذا يجب الاعتداد بشهاد الطبيب حول حالة المجني عليها المادية هذه إحدى صور مغالطة التوسل بالمرجعية الغير مؤهلة السجال الذي دار بين عادل وأمينة حول صدقته القديمة بالسيد حلمي والد أمال هو صورة من صور مغالطة الرنجة الحمراء تشتيت عن جوهر الموضوع ومهاجمة عادل لأمينة واتهمها بأنها سازجة لأنها صدقت ادعاء محمود بأنه كان مسافر وقت وقوع الجريمة هو أحد صور الشخصان المسيئة حجة أمينة أن كل المدمنين كاذبين صورة من التعميم الغير مسؤول ودفاع عادل عن أمال بأنها ليست المجرمة لأنها شخص غير عنيف هو مصدر على المطلوب وصورة من الجدال الدائري وعندما جدلت أمينة أن القاتل إما محمود أو أمال هو صورة قياسية على المأزق المفتعل أو مغالطة إما أو لأن قد يكون هناك متهمين آخرين محتملين أما جدالية صادق بأن حلمي مشتبه فيه لمجرد حدوث أعطب في جهاز الكمبيوتر بعد زيارته له في المكتب هو صورة من مغالطة السبب الخاطئ التتابع في الأحداث غير كافي للاستدلال على سببيتها التفسير المختلف لكل من عادل وأمينة لملاحظة المافيا هي إحدى صور الاشتراك اللفظي وأخيراً عجت عادل أن حلمي لم يكن غنياً والمافيا مؤسسة غنية هو مغالط التقسيم انتقال غير مشروع بخاصية من الكل إلى الأجزاء قعد الاستماع للحوار مرة أخرى في دوق رؤيتك للمغالطات المنطقية ودلوقتي فكر في الحوارات اللي بتشترك فيها يومياً هل تتسم عادة بالمنطق العقلانية؟ ولا تنتشر بين طياتها المغالطات المنطقية؟ هل هناك قيمة لدراسة المغالطات المنطقية وتصنيفتها؟ وهل الخلاف القائم بين المنطقيين أو لتصنيف المغالطات حائل ضد استخدامها؟ وهل التفكير النقدي هو فعلاً طوق النجاح الوحيد للوصول للحقيقة؟ فكر تاني الحلقة الجاية سنعود مرة أخرى للبحث في أسس وقواعد المنطق الرسمي ومدارسه عن القياس المنطقي منطق القضايا التحويل والإنقلاب مخططات فان الصور القياسية هنتفلس في المرة الجاية من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بالسفة